أتمنى أن نحدد مفهوم العمالة الهامشية أنا أعتقد لما نقول العمالة المنزلية ميه هامشية يا أخي أنا باعتقادي العمالة الهامشية هي العمالة السائبة اللي توجد بالشوارع الحقيقة وهذه هي مسؤولية الكفيل الكويتي سواء كانوا حكومة أو كان مواطن هذا هو المسؤول الحقيقة عن هذه العمالة وبالمناسبة نقولها بكل وضوح آلاف من العمالة الموجودة ها الحقيقة هي عمالة مجرد تدفع فلوس عشان تشتغل بالكويت يعني هو كفيل بس كفيل يأخذ مبلغ مادي ويقول لله يسهل عليك روح دور شغلك يشتغل أي شغل أي شغل هو يبحث عن شغله ويلقى شغل طبعا في البلد في أمور كثيرة لذلك هذه العمالة يعني بالرغم من أنها تسمها مشهيل لأنه لا استغنعنا لو كان في استغنعنا ما عاشت عندنا أصلا يعني إلى متى يعني بيقعده ويبيع خضراته الكويت الحقيقة بدل ما نقول مطمع نقول جذابة لها جاذبية وهذه حال كل الدول الغنية لها جاذبية يعني كثيرين بالفعل لو حصل لهم ما يغادرون إلى بلدانه والآخرين لو حصل لهم كلهم يخلون بلدانهم يجون يشتغلون في البلدان الغنية لأن فيها الحقيقة وضع مادي مريح بالنسبة لهم بالرغم من كل التضييق اللي يحصل لأن الحقيقة جاذبية كبيرة